أهلا بكم في كرات مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين في توقعات قالت علي العبداللطيف سابقا ولكن توقعات مهمة تخص الدول العربية والعالم كله قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة تفعيل الجرس ياريت نعمل لايك وشير علشان الفيديو يوصل لكل الناس من ضمن التوقعات اللي قالت علي العبداللطيف في المتفرقات عاود الداعش إلى لبنان سنراها في محاولات قادمة والجيش سيكون بالمرساد وشعبة المعلومات في قلب الحادث وانتفاضات شعبية غاضبة تعم سوريا لبنان الأردن ومصر لحدث مؤسف وده هيخلي طمع العدو الإسرائيلي يزيد من تلك الانتفاضات والاحتجاجات لأن ده من مصلحتهم طبعا حدث أمني كبير سوف يكشف من خلاله تفاصيل انفجار مرفق بيروت بشكل كامل وأسماء اقتصادية وسياسية كبيرة سوف نراها خلف القدبان واحد هذه الأسماء سوف يهز خارج لبنان والباقي سوف يتم القبض عليه فده نطف أفريقيا ستسبب كرسة إنسانية كبيرة وهروب ونزوح وهجرة من بعض دول أفريقيا وتوقع ده بتقوله أكتر من مرة كتأكيدا على إن شايف حاجة زي كده هتحصل صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يؤدي إلى انتشار كبعات الزركاء في عدة دول عربية كبعات الزركاء اللي هما اليونفر اهتزاز غريب سيشهده كوكب الأرض يرافقه مشهد أصوات وانفجارات وبرقين قوية وده خلال المرحلة القادمة أيضا قالت الحزن والحداد العام يلف من جديد إحدى الدول الخليجي البارزة ويغطي الحداد مساحات كبيرة من البلدان العربية أعتقد ده حصل من كم شهر في وفاة رئيس دولة الإمارات تفجير أحد الفنادق في العالم وبداخله شخصيات سياسية وغير سياسية ما سيقدر يكون عدد كبير من القتلى والجرحة وده برضو حصل لو متابعين معنا الأخبار الفندق اللي كان موجود في الصومال وكان مقصود ان هما يدربوه عشان الناس اللي كانت جواه كانت مناصب كبيرة في الدولة وكان المتسبب في الموضوع حركة اسمها حركة الشباب وكانوا تابعين له حزب القعدة أو تنظيم القعدة بعزرة قالت كمان أزمة كورونا وكل الفيروسات اللي شبه كورونا متحوراتها ستختفي تماما والعالم يعود للوضع الطبيعي واللقاح سوف ينجح في عدة دول ويواجه مشاكل خطيرة في عدة دول أخرى وخصوصا الدول الفقيرة والعالم في حالة نزاع رسمي حتى نهاية 2026 فده برضو توقع مهم جدا بيعرفنا ان الحروب مش هتخلص دلوقتي الأنظار والإعلام حول هيلاري كلينتون لحد سن ما اللي هي زوجة الرئيس السابق بيل كلينتون وكان لها طبعا باعة كبيرة في السياسة في أمريكا سيناريو اختيال الشهيد قاسم سليماني أرار للأسف تكرر من جديد في بلد عربي أيضا وقالت كمان سنشهد هبوط حياة في البورس العالمية وستقع حالة من الفوضى والهلع في الأسواق والأجواء المالية في العالم وده متوقع في أوروبا خصوصا حالة من الهلع تنتشر في عدة دول من العالم بسبب تلوث المياه والموت يحصد المئات بسبب هذه المياه الملوثة وأزمة غزائية تصيب العالم وتؤدي إلى مجاعة في عدة دول حدث كمان حادث بيذكرنا بحرب 2006 والمفاجأة الكبرى ستكون هي الضربة اللبنانية التي ستطال مناطق حساسة للمرة الأولى في تاريخ الحروب بين لبنان والعدو الإسرائيل وهناك عدة مناطق متدررة في عدة مناطق لبنانية قانون التدخين يعود إلى الوجهة بكوة ويسبب بلبلة وصرخة عرمة أيضا أنظار العالم تتجه لحدث مؤسف وحزن على رحيل رجل دين يشغل وسائل الإعلام في معظم العالم صحة الرئيس ميشيل سليمان عن محكدة في لبنان وقالت كمان حادث جو غريب ومشاهد لعدد كبير من الضحايا وباء جديد ينتشر في الهند يقتل ألاف وحالة من الهلع والرعب وأيضا قالت عودة انتشار انفلوانزة تيور في سلالة جديدة تكتح عدد الدور وستكون سلالة قاتلة حرب شوارع متنقلة وخطيرة سنراها في أكثر من ولاية أمريكية وكمان قالت مؤتمر سعودي قطر إماراتي مصري وتونسي وليبي ويمني وعراقي يجمع زعماء هذه الدول في مكان واحد وعبارة عن مصالحة لهذه الدول تحت رعاية المملكة العربية السعودية موجة جفاف خطيرة وغير مسبوقة تكتح عدد من بلدان العالم وحزن وحداد رسمي يسيطر على أجواء روسيا وروسيا تعلن حرط التوارئ في حدث مؤسف وامرأة قوية ستحكم أمريكا يوما ما وتقود أمريكا إلى قوة اقتصادية وعسكرية غير مسبوقة أحداث 11 سبتمبر تتكرر مرة أخرى وهذه المرة في عدة الدول أو الشبيهة يعني الأحداث دي هتتحصل شبيهة ليها وليس ضروري في هذه السنة ممكن في اللي بعدها ما بين نقص المياه والحروب أرى الألاف من البشر سيفقدون أروحهم بسبب هذه الزواهر الأتية وهي نقص المياه والمجاعة والحروب الشرق الأوسط الجديد سيكون مركز لانتلاك الإمبراطورية للصينية والروسية اقتصاديا وعسكريا مما سيفتح المواجهة مع الغرب بشكل مباشر وخطيئ وده أصلا بنشوفه حاليا تتعرض الصين والهند لتلوث كيميائي خطير وينتقل إلى عدة دول طائرات تقصف إحدى المطارات العربية وده حصل على فكرة في حلب في سوريا فوضى وبلبلة وأعمال شغب على أبواب أحد المولاد والأمن يتدخل لوقف عملية النهب في لبنان نيزك يضرب الأرض ويستهدف بعض الدول والضحاية تتخطى المئات وعدد المتشردين يصل للآلف ده كان آخر توقع معنا قالته ليلة عبداللطيف وفي توقعات تانية مهمة برضو حابين نحن نقشها معاكم بس إن شاء الله هنقلها في فيديوهات تانية هناخد كمان دولتين تلاتة كده من الدول اللي تكلمت عنها ليلة عبداللطيف وشايفة أن في مشاكل زي أمريكا من دمن توقعاتها المهمة لها أن الحرب بين الصين وأمريكا أتيها لمحالة وبحر الصين في قلب الحدث وده أعتقد اللي علاقة بتايوان حرب بين ترامب وبايدن هتفضل موجودة حتى بعد طبعا كلنا عارفين بايدن هو اللي موجود دلوقتي ولكن الحرب دي هتفضل موجودة من قسمات حدة في الشارع الأمريكي وده حوصل وفوضى تعام النظام بالنسبة لفرنسا شايفة أن فرنسا هي السنة دي والسنة اللي فاتت كانوا بالنسبة لهم معامل حزن والمزيد من الغضب والفوضى والحرائق والشغب بيسيطر على الشارع والرئيس الماكرون في حالة حرجة وخلق عدة أحداث من الخراب والدمار في بعض دول أوروبا والبشرية هتترحم على السن اللي فاتت بسبب الأزمة الاقتصادية القادمة على دول أوروبا وده تحقق بالفعل كله دلوقتي كان طلع تصريح من خبير اقتصادي في ألمانيا بيقول اللي احنا شفناه ساعة كورونا كان بالنسبة اللي احنا بنشوفه دلوقتي لعب عيال فرنسا بقيادة ماكرون سوف تقدم للبنان حل أزمة وتأليف حكومة على طبق من دهب من خلال حكومة كاملة من أصحاب الاختصاص وراء جميع الأطراف بتوافق على هذه الحكومة لأنها هتكون حكومة انقاذ بكل معنى الكلمة لبنان آخر دولة معنا هنتكلم فيها هي المملكة الأردنية الهاشمية ملك الأردن يصدر قرارات تتضمن حمل التغييرات كبيرة وتساعد على استقرار في الوضع الاقتصادي والأمن والسياسي أيضا قوات من الجيش الأردني تتحرك وتنتشر في المناطق الحدودية لحدث أمني بارز بين الحدود الأردنية والسورية وده بنشوفه كتير جدا في عمليات التهريب آآ كمان قالت احذر يا ملك الأردن من الأمراض المنتشرة حاليا خصوصا كورونا ما تستهونش به وأتمنى لك الصحة وأن أي وعكة صحية تعدي منها على خير بجده نكون انتهينا شكرا لحضراتكم أشوفكم بخير في فيديو جديد على قرارات مساء الأخبار مع بعض التوقعات لبعض الدول الأخرى بإذن الله في فيديو جديد شكرا وأشوفكم بخير